السلام عليكم انتهى الحظر الاعلامي على الاكس بوكس والان جاء وقت الاختبار الصدقي اللي نجرب في حنا هالكلام مايكروسوفت فعلا كان قد الواقع اللي جربناه مع الجهاز اختبارات بتشوفونها في فيديو اليوم بين الاكس بوكس سيريس اكس والاكس بوكس وين اكس الجهاز اللي هو صار خليفته هل الجهازين فعلا بينهم قفزة تخلي الجامر اللي هو انتم يقتنع وياخذ الاكس بوكس سيريس اكس الجديد ويسوي القفزة هذه للجيل الجاي هذا كلها بتعرفونا في فيديو اليوم رح نبدأ اختباراتنا باختبارات نظام التشغيل و اول اختبار بنسويه انا موافق هو ايش وننشغل الجهازين من الصفر الاكس بوكس وين اكس والاكس بوكس سيريس اكس فول شات داون يعني مقفلين تماما موش سليب مود او وضع النوم على قولتهم لا مقفلين تماما نشوف مين الاسرع فيهم لما يشتغل والان بدأ الاختبار سبعتاشر ثانية باديه الان و خلال سبعتاشر ثانية خلص خلص ايه ما منع تكمل خلص الاسبوكس سيريس اكس خلص يعني من تطفية كاملة الى يما تطلع الايقونات اللي تختار فيها اليوزر حقك اللي بدخلك عن مين منيو خلاص تسعة عشر ثانية على الاكس بوكس سيريس اكس انا ناسي الاكس بوكس وين اكس كم ياخذ اصلا بس الحين شوفا الآن ضعف الموقت اربعين ثانية مقابل عشر ثانية ضعف في الوقت تقريبا و لسه قاعد يمشي باقي يا الله اوكي طيب وصلنا لخمسين ثانية الحين والله في فرق كبير فرق 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 و لسه ها ها اوكي كان اطلعت اوكي خمسة وخمسة ثانية فرق تقريبا ثلاثين ثانية خمسة وثلاثين ثانية فرق بين الجهازين يعني فلا صراحة هذه فوز صاحق للاكس بوكس سيريس اكس التشغيل حق الجهاز ونشوف اي الجهازين اسرع ولاحظنا بان ما في فرق كبير بين الجهازين نعم في فرق بسيط صالح للاكس بوكس سيريس اكس لكن بشكل عام السرعة متشابهة لذلك قررنا ننتقل للاختبار اللي بعده والاختبار مهم جدا هو تشغيل الالعاب وهي مقفلة تماما يعني اول مرة نشغلها على الجهازين وقلنا نجرب اول شيء مع لعبة جيرس وايف طبعا هؤلاء هم الجهازين اشتغل العرض السينمائي في السيريس اكس كان يطلع على أسامي الشركات واللي صار لسنا بدأ طبعا هذا العرض اللي ما يعرف لعبة جيرس ما تقدر تعديه يعني لازم تتفرج عليه توا يبدأ الوان اكس بدأ الوان اكس الآن ما بذلك اخي نشوف هو الكلام احنا اللي بنشوف متى نقدر نوصل على شاشة البداية حق اللعب اللي خلاص نقدر نضغط ونبدأ اللعب اخلصت تقريبا خلص العرض السينمائي على السيريس اكس قربنا الادخذين الحين اتوقع اللودنغ هذا اللودنغ هذا التحميل هذا اللودنغ الطويل حسنا بدأت بدأت 2.40 ثانية 2.40 ثانية كاملة من بداية اللعبة تشغيل اللعبة من الصفر كانت مطقفة نهائيا طيب الحين الوان اكس برضو قاعد يحمل عدة فرق عشر قواني شكل يعدي دقيقة والله عدة دقيقة اشتغل دقيقة وثانيتين الفرق عشرين ثانية تقريبا عشرين ثانية هذا جاب عربعين ثانية هذاك عدة دقيقة صراحة فرق ملحوظ بعد انتهينا من تجربة قررنا ان خلينا نجرب فورزة هورايزن فور ونشوف الفرق بين الجهازين اوكي نشغل فورزة هل تتوقع الفرق بيكون نفس الشي بيكون نفس المدة بين عدة غيرز ولا في فرق شاسر كل اللعبتين من مايكروسوفت عرفت كيف اتوقع ان عندهم ممكن يكون عندهم ستاندرد معينة اوشي زي كده اتوقع انها بنشوف فرق مشابه خنشوف اللعبة الثانية بدخل يعني على سيريس اكس دخلنا خلص الدعاية هذاك لسه ما بدأ اي هذا عرض البداية طبعا اللي لازم يطلاحك فيه اسم التطوير هذاك لسه الوين اكس ما بدأ الان تو وما بدأ اوكي خلاص خلص دخلنا الان اسرح من قيل ثلاثين ثانية هلو حلو خنشوف الوين اكس كم ياخذ اوكي جاي العرض هذا فرق خمسة عشر ثانية تقريبا الان خمسة عشرين ما راح يكون سباطاش ثباطاش تسعطاش عشرين وعشرين اوكي واحد عشرين ثانية مزبوط اتون عشرين ثانية تقريبا الفرق اكبر من قيلز بشوي بس بشكل عام متشابه عرفت فقوة المعالجة في الجهاز الجديد قوية مايكسوف تكية انها وظفت هذه قوة المعالجة في اشياء جديدة بعد مو بس اللودنج واحدة من الخصائص الرهيبة انا مواف هذه الميزة اللي اسمها الكويك روزوم محمد ماذا فكرتها؟ انه يبديك تتنقر بين اللعاب على راحتك وانت بنص اللعب مثلا انت الانجاستنعب جيرز محمد بنوريكم بنوريكم لايف يعني انا قاعد ألعب جيرز الحين اول لو بطلع من جيرز وابدأ ألعب لعبة ثانية خزن طفها اطف اللعبة كامل عشان ألعب لعبة جديدة صحيح ولو جيت تشغل لعبة جديدة و جيرز شغالة بيقولي راح طفها مزبوط فالحين شوفوا انا ألعب جيرز بضغط هوم مباشرة طيب وابختار لعبة ثانية خلني اختار أوري مثلا شوفوا مجرد ما أشغل أوري عطاني كويك رزوم هنا شعار هذا اي طبعا ما طفيت جيرز شوفوا اللعبة هنا مباشرة بيوديني على المكان اللي أنا كنت موقف فيه أنا كنت ألعب هنا شايفين كيف على طول بديت ألعب أبي أرجع جيرز شغلها برعاني نضغط جيرز مرة ثانية ترجع بسرعة نروح لجيرز ما طفيت أوري لاحظوا كويك رزوم الآن أنا صرت مع جيرز كم لعبة نقدر نسوي أبي لخمسة لعاب الظاهر ما عندك ثلاثة أربعة أو خمسة خمسة يعني مثلا شوفوا هنا اختار لعبة ثالثة غير جيرز وغير أوري غير أوري برضو ندخل عليها ما طفيت أوري ولا طفيت جيرز كويك رزوم مرة ثانية شو طبعا فيه وقت يختلف من لعبة الثانية بالكويك رزوم ليس كثير يشتغل يعني فيه انتظار يعني كم من ثانية بس برضو شي مريح يعني لو تحسب الوقت اللي تقعد تنتظر فيه منك تطف اللعبة وتشغل اللعبة ويطلع اسم الشعار وعلى بتسوي لودين كل هذه هذا مرة اختصر عليك ووقت مرة كبير وأنا يعني أوقات كثيرة سأتكلم عني شخصيا أنا في أوقات كثيرة على الأقل أكون ألعب لعبتين مع بعض فهذا الشيء مريح بالنسبة لي كثير فلما جربنا على أرض الواقع صراحة خاصية رهيبة صدق هذه طبعا كانت اختبارات لداء بس نحن عندنا أشياء كثيرة بنتكلم عنها اليوم في الجهاز في المراجعة الكاملة هذه المراجعة التي نعطيكم فيها الكلام الأخير عن الجهاز هذا فخلونا نتكلم عن التصميم نواف أنت في شيء أعجبك مرة في التصميم هو سالفة أنه بطول هذا شيء ممعتادين عليه في الألعاب صحيح لماذا بطول وما سالفة المروحة الكبيرة هذه اللي فوق الجهاز يعني ما أقول لك مضغوط من ناحية الجزاء الداخلية كلها برصينها في بعض حلو فجاي التبريد فأغلب الحرارة تكون مثلا في تحت من أسفل الجهاز وفالمروحة الفوق اللي موجودة هنا تشفط كل الهوى اللي موجود في تحت الجهاز وتطلع على البرة تدفع على فوق ويطلع من فوق وهذا شيء نوعا ما كويس مع الطبيعة لأن الحواء الحار أصلا يرتفع يرتفع لها فلما المروحة تشفط ساعد في دفعه فهذا بسرعة يتخلص من الهوى الحار في الجهاز ويخليه بارد يخليه ما يطلع صوت عالي هناك نقطة سريعة نوافنة برضو لاحظتها أنه ما لا صوت الجهاز تقريبا لا يوجد أي أزعاج منه جدا جدا خافت وحتى من الجيل الماضي ميكروسوفت أنني أثقلت الشيء ذا وأثبتت في الجيل الجديد أنها تستطيع تثبت على نفس الميزات التي قدمتها من الجيل الماضي شيء جميل جدا صراحة وتقريبا تكلمنا قبل عن حجم الجهاز حجم الجهاز تستطيع تجعله يوقف كذا إذا كنت تستخدم مونيتر مثل هذا إذا كنت تستخدم تلفزيون ممكن توقفه جنب التلفزيون أو ممكن تضعه بالعرض ودخله في طاولة التلفزيون حجمه صراحة بالمواصفات التي فيها في ميكروسوفت ورى كيف حجام الأجهزة تكبر بشكل عام الديزاين التي تقومها في ميكروسوفت هنا شيء رهيب خصوصا أنه حسب كلامها هذا أقوى جهاز ألعاب موجود في السوق طبعا لنحن لا حصلت لنا فرصة أن نتأكد من هذه المعلومة أو نجرب بنفسنا لكن الأرقام تقول كذا حاليا فنشوف شيء هذا نختبره أكثر في المستقبل وهو قوة الجهاز طبعا هناك نقطة مهمة في الأكس بوك ستيريس أكس وهو أنه يدعم 120 إطار ثانية في دقة 4K بالنسبة لنا نحن سوينا التجربة هذه شغلنا 4K 120 إطار أنا شغلته على واحد من التلفزيونات بينما في تلفزيون ثاني لم أعد تشتغل معي لكن لحد الآن زي ما قلنا تقنية HDMI 2.1 جديدة جدا وممكن يكون فيه مشاكل في التلفزيونات هذه نفسها ولسه الأجهزة الجديدة لم يصلت فما أتجرب مع التجربة والأشياء هذه ممكن بعض مصنعي التلفزيونات ينزلون تحديثات لها فوقت مبكر جدا نتكلم عن هذا الشيء لكن وجود HDMI 2.1 هنا وجود 120 إطار في الثانية دعم Dolby Vision وDolby Atmos من ناحية دعم التقنيات الجديدة Xbox Series X رهيب وجاهز للمستقبل ست سبع سنوات قدام من ناحية الميز كيف أنه يدعم 8K برضو هذه نقطة ثانية و4K 120 والSSD نواف مرة سهل استخدامها فتحة ودخل فيها كما ممري زي نظام الممري كارد أيام بلاستيشن ون بس طبعا هذه لها عيبها أو لها ميزاتها ميزاتها سهولة تركيب مجرد كارد ودخلها كأنها سنوات كارد بس العيب أنه فقط مايكروسوفت اللي تصنعه مبدئيا هي قالت فيه مصنعين آخرين بيصنعونه مستقبلا فبالتالي أسعاره حاليا اللي سمعناها في الإشعاعات غالية لكن ننتظر يوصل للسعودية عشان نتأكد من السعر ننتقل إذا النواف نتكلم عن يد التحكم يد التحكم طبعا هي شي مهم بعضكم بيقول اليد بيضا اليد هذه اللي جاءت مع السيريس اس طبعا هي أخت الثانية حقة السيريس اس تشبك عليه عادي نفس المواصفات تماما نفس الشكل هي يد جديدة مايكروسوفت تحدثت يجهب شكل طفيف جدا حجم شوية نقصت من هنا حجم المسكح نقصت صغرات نواف طبعا نصابع طويلة كان يشتكين وميش يكونوا ببعض بس هذا للإنسان الأحجامهم غير طبيعية زينا وميزة ثانية محمد قمنا نتكلم عن اليد إذا عندك يدين X-Box 1 يمديك تشغلها على الجهاز هذا مثلا يأتي مع الجهاز يد واحدة لكن إذا عندك يدين قديمة تستفيد منها هذه نقطة مهمة نتكلم عنها في الجهاز اللي هي الدعم المسبق للأشياء القديمة يعني أيدي قديمة يستخدمها لألعاب القديمة يستخدمها شي رهيب يعرفت بالنسبة للي تغييرات نواف أو شي زر الشير هذا صار زر إضافي وكان لازم في النظام تدخل وتضغط زر وتضغط شي ثاني عشان تسريع فهذا اختصرها علينا عندك الدي باد محمد جايب مزدوج بشكل دي باد تقليدي عادي ودي باد زي قريب من X-Box Elite كنترولر بالنسبة لي أنا صراحة بعد تجربة الدي باد هذا عريح بكتير صراحة تحس انسيابي أكثر صحيح وتوقع اللي بحبونه حقين العاب 2D والعاب الفايتنج بالراحة هل يريحهم عندك المسكة صار فيها زي الملمس الخشن حتى ما تزلق يدك صار لها ملمس جديد هي وازرار التريجر اللي فوق طبعا هذا الشي يعني لفها يدع لقلوتنا وافئة أن تصير اليد تمسك أكثر وتصير تشبث فيها لصابع أكثر شخصيا ما حسيت فرق كبير منها بس هذا شيء راجع للأشخاص نفسهم من واحد للثاني ممكن تفرق نقطة ثانية مهمة هي أن منفذ الشحن في اليد صار USB-C هذا شيء طبيعي مع التطورات اللي صايرة منفذ USB-C محمد طبعا ما فيها شحن اليد اليد بطاريات بس لو تقدر ماكروسوفت تبيع قطع بالحالة تركبها تخليك تشحن مثل قبل تجد تشتري البطارية اللي قابل للشحن بنفسك وتشحنها طب محمد واش سبب ماكروسوفت في عادة نتوجههم انهم يرمون ذا البطاريات اللي في ناس كتير يعني منزعج منها طبعا هذا شيء راجع لوجهة نظر عند ماكروسوفت انها تقول احنا على الأقل نترك الخيار للمستخدم وفي النهاية في نقطة إيجابية في اليد كون البطارية فيها تتركب وتنشال هي لا قدر الله لو كانت البطارية ثابتة واليد مقفلة وخربت البطارية اليد كامل تغيرها تستري يد بينما لو البطارية نفسها خربت تقدر تبدلها ترجع تركب حجار اللي تبي فعندك خيار يعني هي في نهاية مسألة اني اعترك لك خيار ولا اغصبك على خيار معين هذه وجهة نظر مايكروسوفت وانا اشوف ما فيها مشكلة صراحة صح بس بشكل عام يد الاكس بوكس سابقا كانت من افضل الاياد الموجودة في السوق والان تحسنت ايضا فهذا شيء ايجابي طبعا نقطة زيادة حب نتكلم عنها اللي هي واجهة المستخدم طبعا مايكروسوفت نزل التحديث وحدت واجهة المستخدم بين الأجهزة القديمة والجديدة واجهة المستخدم الجديدة جدا جميلة سريعة جدا سريعة جدا انسيابية تقدر توصل للي تبيب سهولة خصوصا مايكروسوفت تعتمد بشكل كبير على الجيم باس ويمكن هنا نقطة نتكلم عن الألعاب حق الجهاز للأسف ما بنقدر نتكلم عنها الآن قد ما بنقدر نتكلم عنها مستقبلا يعني احنا شفنا بعض الألعاب مايكروسوفت السابقة حصلت على تحديث مثل غيرز مثل فورزا مثل أوري مثلا أوري صارت تدعم 120 إطار غيرز في طور مالتي بلاير صارت تدعم 120 إطار فورزا صارت تدعم إعدادات البي سي القصوى على الجهاز هذا الجديد فتحسين في الجرافيكس بشكل عام نقدر نقول مايكروسوفت كانت مفروض تكون لعبتها الرئيسية هالي أمفينيت تأجلت في السنة الجاية فإننا شوية وقت عشان ننتظر الألعاب على الجهاز بس لو بنتكلم هل احنا متحمسين للجهاز من ناحية ألعاب أتوقع نواف المستقبل خصوصا بعد استحواد على بثسدة صار المستقبل جدا واعد وفي عندك شركات خمسة عشر فريق كلهم مشغلاتهم أو أكثر من خمسة عشر حين مع بثسدة كلهم مشغلاتهم بس جالسين يسويون لعب للاكس بوكس هناك لعب كثيرة أعلنوها مايكروسوفت وجوية في الطريق مضبوط سايكو نوتس 2 هيل بلايد الهيلو هيلو هيل بلايد 2 طبعا هيلو 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 فايبل المستقبل بس يبغى لك تصوير هذا يعني هذا عيب مؤقت على قراتهم اللي هو الألعاب حاليا ما بيكون في شيء كثير تلعبها هناك ألعاب نكس جن طبعا أساسن كريد واتش دوغز لعبناها ستين إطار مثل ما وعدت بس ما لدينا نتكلم عنها بس يعني في أشياء تلعبها الآن بنسخة نكس جن مضبوط ما اسمها واتش دوغز فيها ريس ريسنج فهذه واحدة من الأشياء الموجودة فنقدر نقول أنه من ناحية الألعاب يبغالها صبر من ناحية اليو آي اليو آي جميل ومحدث من ناحية الجهاز كهاردوير رهيب أنا قلت لنوافه كأنه إكس بوكس وين إكس معظل معنى هذه الجملة يعني شوية تظنمه لأنه فيه مزايا جديدة رهيبة مثل كيف الس س دي تقدر دخله بسرعة كويك رزوم شفتنا السرعة المهولة بين الجهازين بين الجهازين بالأداء يعني بشكل عام هذا اللي نقدر نقوله حالياً عن الأكس بوكس سيريس إكس كجهاز من مايكروسوف جديد أنا أعتبر أنهم قاوموا بعمل رائع جداً كهاردوير قدموا لنا هاردوير متمكن السعر حقه 2300 ريال أعتقد أنه السعر منطقي مقارنة بالأشياء اللي قاعد يقدمها صحيح أنت شرايك؟ اللهياً بس أبغى أشوف دالألعاب حقيتم مستقبل على قولتك وهذا الشي يعني يجعلني متحمس أوكي إلى أي مدى راح تدعم الجهاز من ناحية الألعاب وقديش بتعزز مايكروسوفت خلال السنين الجاية خلال السنة هذه ممكن آخر شهرين والسنة الجاية على جيم باس وكيف بتكون مغرية مرة للجهاز بشكل عام يعطيكم العافية عن متابعة هذه كانت مراجعتنا للأكس بوكس سيريس إكس في ترو جيميك مع السرانة